مركز لواء البترة أقام الأهالي صلاة الغائب على أرواح الشهداء في غزة وفلسطين ومن ثم انطلقوا في مسيرات أعرب خلالها عن تضامنهم مع أهالي غزة وما يواجهونه من قصف وحصار وندد المشاركون في المسيرات بالعدوان الإسرائيلي الذي طال الأبرياء ومؤسسات صحية ودور عبادة ومنازل آمنة مثمنين في ذات الوقت موقف الأردن بقيادة جلالة الملك ومساعيه للدفاع عن غزة والقضية الفلسطينية وفي هذه الوقفة لواء البترة تضامنا مع أخوتهم في فلسطين كباقي أخواننا المسلمين في بقاع الأرض ندعو لأخواننا في غزة وفي جميع فلسطين أن يثبتهم وأن النصر لقريب وأن النصر لقريب إن شاء الله وقفتنا اليوم وقفة مع أخواننا أبنى غزة وفلسطين وهي أقل ما نقدم لهم في هذه الوقفة ونحن خلف قيادتنا وخلف زروته وقراره الذي اتخذه بعدم التهجير وبعدم استوطين ونحن مع هذا القرار وإن شاء الله نتمنى لهم النصر بعون الله ندعو الله عز وجل أن يفرجها عليهم وأن ينصرهم نصرا مؤيدا مؤذرا قريبا لا بعيدا بإذن الله نحن اليوم في وادي موسى وقفنا هذه الوقفة لكن هذا الشيء هو أقل شيء ممكن أن نقدمها لهم وإن شاء الله إن النصر قريب إن النصر لقريب وردد المشاركون في المسيرات شعارات أكدت على أن فلسطين هي قضية العرب الأولى وأن الوصاية على المقدسات هاشمية وأنه يجب محاسبة قوات الاحتلال عما ارتكبته من مجازر بحق الأبرياء بهذه الوقفة أعرب أهل لواء البترة عن تضامنهم مع الأهل في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية مؤكدين اعتزازهم الدائمة بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية من البترة زيادة طويسي التلفزيون الأردني